بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في هذه الحلقة نتكلم حول موضوع ما يوجب ضعف المسلمين ووهنهم فنقول أن البعض يتصور أن إقامة الشعائر أو بعض الشعائر أو بعض الطقوس حتى بعض الشعائر أو الطقوس المختلف فيها هو مما يوجب ضعف المسلمين أو أن يتصور الآخرون عنهم تصورا سلبيا وهذا الكلام ليس دقيقا وليس صحيحا لأن الذي يوجب تضعيف المسلمين ليس هذه الطقوس وهذه الشعائر وإنما الذي يوجب ضعف المسلمين مجموعة من الأمور التي إن حاولوا الخروج عن تلك الأمور يكون هناك التقدم وإلا فبقاء الضعف والوهن سواء مارسوا تلك الطقوس أو لم يمارسوها الأمر الأول مما يوجب وأوجب ضعف المسلمين هو الاستبداد الاستبداد أو الدكتاتورية هي من أهم الأمور التي توجب ضعف أي أمة أو أي مجموعة من الناس الاستبداد بمعنى أن تكون إرادة شخص أو مجموعة محددة هذه الإرادة فوق إرادة الجميع ولا يمكن للجميع وللآخرين أن يكون لهم إرادة تخالف إرادة هذا الشخص أو هذه المجموعة القليلة إذا نحن قرأنا التاريخ في طول التاريخ وخاصة في التاريخ المعاصر الحديث نجد أن الاستبداد هو عام الأساسي لانهيار الأمم والحكومات وعدم الاستبداد وما يقابل الاستبداد من الشرائية أو الديمقراطية في مصطلح اليوم هو سبب التقدم وإن كان الاستبداد له في بعض الأحيان بريق أو بعض الإيجابيات لكن سرعان ما هذه الإيجابيات تنهار وتزول في سيل من السلبيات الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى الإنسان الذي يجد نفسه مستغنيا سواء كان هذا الاستغناء استغناءا ماليا اقتصاديا أو كان استغناءا سياسيا أو استغناء في أي جانب من الجوانب عدم الاحتياج هذا الإنسان الذي يجد نفسه مستغنيا فإن من طبيعة الاستغناء هو الطغيان والطغيان يلازم الاستبداد إذا كان استغناءا في الجانب السياسي الحاكم إذا وجد نفسه محتاجا إلى الشعب محتاجا إلى الناس بقاؤه في منصبه رهن إرادة الناس فإن هذا الحاكم لا يتمكن من الاستغناء وإذا أراد الاستغناء عن الناس لا يمكنه أن ينفذ هذا الأمر بل استغناءه يساوق سقوطه فحينئذ هذا الحاكم لا يفكر في الاستغناء عن الناس لكن الحاكم الذي يجد نفسه مستغنيا عن الناس فإن هذا الحاكم مصيره عادة إلى الطغيان وإلى الاستبداد فحينئذ إذا كان الحاكم مستبدا الاستبداد يوجب زوال التنافس الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أو فاستبقوا الخيرات أو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في الآخرة الله عز وجل يطلب من الناس التنافس لكسب الآخرة والدرجات العالية فيها يطلب منهم الاستباق للوصول إلى الخيرات يطلب منهم المسارعة إلى سبب المغفرة وهو الأعمال الصالحة فإذا كان في أمور الآخرة التنافس والاستباق والمسارعة مطلوب وتلك الأمور وهي أمور الآخرة أهم للإنسان لأن حياته الخالدة في الآخرة حياة الدنيا حياة معقتة إذا كان في ذلك المسابقة وفي ذلك المسارعة والتنافس ففي أمور الدنيا يكون بطريق أولى أمور الدنيا التي ترتبط بحياة الإنسان السعيدة وبتوفر فرص العيش الكريم لهذا الإنسان فإذا كان التنافس في أمر الآخرة مطلوبا فالتنافس في أمر الدنيا الذي يؤدي أيضا إلى الآخرة وإلى الحياة الكريمة وإلى إجراء القوانين الصحيحة والسليمة فهذا أيضا يكون أمرا مطلوبا فحين يسبب ضغيان هذا الحاكم نتيجة لاستبداده فالاستبداد يوجب فقدان فرص المنافسة وعدم وجود فرص المنافسة يسبب أن هذا الحاكم يترهى ولا يسعى للأفضل في حين أنه في المنافسة كل واحد يسعى للأفضل لكي ينتخبه الناس نحن نشاهد أنه في الشركات التجارية مثلا كل شركة إذا لم يكن لها منافسا فحين إذن هذه الشركة تقول غصبا على الناس يختارون بضاعة شاء أم أبو ولكن إذا كان هناك تنافس بين شركتين أو شركات أكثر فحين إذن كل شركة تحاول تقديم الأفضل للناس لكي يختاروها وكذلك في سائر الأمور الذي يقدم الأفضل يختاره يختاره الناس فإذا كانت هناك فرص التنافس موجودة الناس يختارون الأفضل فكل واحد يحاول أن يقدم الأفضل لكي يختاره الناس وأيضا الاستبداد يربط مصير الأمة أو الشعب بإرادة شخص واحد وبمزاج ذلك الشخص نحن نشاهد أنه الحكومات الدكتاتورية الحاكم المستبد هذه الأمور مرتبطة بمزاجه في هذا اليوم شاء شيئا ذلك الشيء ينفذ في اليوم الثاني تغير رأيه وتغير مزاجه ذلك الشيء يتغير ولذا كثير من القوانين التي هي في البلدان الإسلامية أو في كثير من البلاد الإسلامية هذه القوانين ليست مستندة إلى أي شيء سوى مزاج حاكم دكتاتور شاء شيئا فهذه المشيئة صارت بشكل قانون من دون أن يكون هذا القانون مستندا إلى شرع أو عقل أو إرادة من الناس إضافة إلى ذلك انعدام فرص التغيير يعني إذا كان هناك هذا الحاكم أو هذا المستبد أساء الاستعمال لسلطاته لسلطاته لا يمكن تغييره فرص التغيير تنعدم إلا أن يأتي التغيير من الخارج وطبعا التغيير من الخارج ضمن أجندة خاصة أو يأتي التغيير من الداخل بانقلاب عسكري أو بثورة جماهيرية ومن المعلوم أن الانقلاب العسكري مضاعفاته كثيرة جدا والثورة الجماهيرية أيضا وإن كانت لتغيير الحاكم المستبد ولكنها تكلف البلد الكثير في حين لو كان هناك انتخابات التغيير كان يتم عبر الانتخابات الحرة النزيهة وتكاليفه على الناس وعلى الشعب وعلى الدولة وعلى اقتصاد الدولة أقل بكثير مما أن يكون هناك التغيير عبر ثورة مثلا فعلى كل حال الاستبداد يقتل الإبداع الاستبداد يقتل إرادة الأمة الاستبداد يقتل الإيجابيات هذا هو السبب الرئيسي والأصلي في ضعف المسلمين وفي عدم تمكنهم من مجارات التقدم في بعض المجالات التي نالته الشعوب الأخرى هذا الاستبداد يقتل العلم يقتل المعرفة يقتل الاختراع يقتل التطور ويقتل كل ما يوجب التقدم وإذا كان هناك بعض التقدم في بعض المجالات فإنه سرعان ما يكون في مهب الريح كما شاهدنا أن الاتحاد السوفيتي السابق وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية سيطر على كثير من بلدان العالم في المعسكر الشرقي وكان له تطور لافت في المجال العسكري وفي بعض المجالات الصناعية ولكن سرعان ما هذه النقاط الإيجابية صارت في مهب الريح فانهار الاتحاد السوفيتي وانهارت معه منظومته الشرقية لماذا؟ لأن هذه الإيجابيات إذا برزت لفترة فبروزها يكون موقت كصحوة المريض المزمن إذا ابتلي الإنسان بمرض مزمن لعله بعض العقاقير أو المنشطات موقتا تعطيه بعض الحيوية لكن هذه الحيوية موقتة وتزول سرعان ما زال أثر تلك العقاقير وتلك المنشطات في حين أن الإنسان الذي جسده سليم هذا الإنسان حتى إذا أصيب بوعكة بسيطة فإن هذه الوعكة جسمه يتجاوزها بسرعة ويكون حياته حياة طبيعية بعكس المريض الذي هو مريض بمرض مزمن ولكن للحظات أو لساعات ينشط حركته بعقار أو منشط فشاهدنا كيف الاتحاد السوفيتي على رغم أنه قوة عظمى انهار خلال فترة قصيرة وانهارت معه الأفكار الشيوعية وانهارت معه الدول وحتى نفس الاتحاد السوفيتي تفكك إلى خمسة عشر دولة ودولة الكبرى منه وهو الاتحاد الروسي أيضا كانت معرضة ولا زالت إلى التفكك فالمقصود أن الاستبداد هو الذي يسبب ضعف المسلمين ووهنهم لا أن بعض المسلمين يعملون بشعيرة أو لا يعملون بها نحن نشاهد مثلا في بعض الدول المتطورة من الجهات الصناعية أو العلوم التجربية مثل اليابان مثلا اليابان قبل الحرب العالمية الثانية الدولة كانت دولة يحكمها امبراطور وهذا الامبراطور كان له استبداد سياسي وأيضا استبداد ديني لأن في معتقداتهم أن الامبراطور له ارتباط مع الآلهة فله حسب زعمهم فله قوة مكتسبة من الآلهة وكذلك استبداد سياسي استبداد سياسي واستبداد ديني واليابان في فترة الاستبداد كان لها بعض التطور في المجال الصناعي والعسكري وعدت من الدول العظمى عسكريا ولكن هذا الاستبداد سبب في انهيار كل تلك القدرة واحتلال ذلك البلد من قبل القوات الامريكية ولا زالت القواعد الامريكية إلى يومنا هذا بعد مرور ستين عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية موجودة تلك القواعد في الأراضي اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية اليابان دخل في مرحلة من ال ديمقراطية النسبية في هذه المرحلة نشاهد أن اليابان على رغم أن بلدها يفتقر إلى تقريبا تقريبا جميع المعادن و أراضي ليست أراضي فيها من المواد الأولية المحتاج إليها في الصناعة وفي التطور وتستورد تقريبا كل شيء اليابان ولكن تحولت إلى دولة عظمى اقتصاديا هي لعله ثالث دولة أو ثاني دولة من جهة الاقتصاد لماذا؟ لأنه الحالة الاستبدادية التي حطمت اليابان هذه تحولت إلى حالة فيها نوع من الديمقراطية فتفتقت القوة الكامنة في هذا الشعب في المجال الصناعي والعلمي وما إلى ذلك فالآن يعيشون برفاه وسلام وبضائعهم غزة العالم أجمع لماذا؟ لأنهم انتقلوا من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية نوعا ما ما هي ممارساتهم؟ ما هي طقوسهم؟ ما هي شعائرهم؟ هذا الأمر لا يهم العالم ولا ينظر العالم إلى اليابانيين باعتبار طقوسهم وشعائرهم الدينية أو عاداتهم وإنما ينظر إليهم باعتبار تقدمهم العلمي وتقدمهم الصناعي بعض دول الغرب المتقدمة من جهة الصناعة ومن جهة العلوم التجربية ولها سيطرة وسطوة في عالم اليوم لا أحد يفكر في أنه هؤلاء ماذا يمارسون من طقوس ومن شعائر وإنما ينظرون إليهم باعتبار قوتهم العلمية أو قوتهم الصناعية أو ما إلى ذلك فالمقصود أن الذي يوجب ضعف المسلمين ونحن نعبر هذه العبارة ضعف المسلمين لا نقول ضعف الإسلام أو المذهب أو وهن الإسلام أو المذهب لأن الإسلام أو مذهب أهل البيت لا يناله الضعف إطلاقاً ولا يرتبط بكثرة التابعين له أو قلتهم ولا يرتبط أيضاً بتصور الناس عنه أو عدم تصور الناس عنه إلا أنه الإسلام يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى ومقابل قوة الله سبحانه وتعالى تنهار جميع القوى الأخرى وتخضع ولكن نعبر ضعف المسلمين هذا ليس مرتبط به أنهم يرتكبون هذه الشعيرة أو عدم ارتكابهم لتلك الشعيرة بحيث أنه نقول لو تركوا هذا الأمر لو تركوا هذه الشعيرة لو تركوا هذه العادة لو تركوا هذا الطقس من طقوسهم فإنه حينئذ يكون هناك نوع من القوة لهم ولمذهبهم لهم ولدينهم مثلاً هذا التصور في خطأ منهجي في التفكير وهذا النوع من التفكير فالاستبداد هو الذي يقتل الإبداع يسبب عبادة الشخص الواحد الدكتاتور يسبحون بحمده كما قال ذاك الشاعر للمنصور العباسي ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار وهكذا في أدبيات بعض مداحي المستبدين والطغاة نجد الكثير من حالات تأليح هؤلاء المستبدين والطغاة والاستبداد في نتيجته ومحصله النهائي يسهل التدخلات الخارجية أن نشاهد أن مثلاً هناك بعض الأطماء بالنسبة إلى الدول الخاصة الغنية منها بالمعادن وخاصة بالنفط الاستبداد هو الذي يسهل تدخل هذه الدول الطامعة في هذه الثروات إلى البلاد الإسلامية كيف فقدنا فلسطين وكيف جاء الأشتاة من اليهود إلى أرض فلسطين واستوطنوا في هذه الأرض وأخرجوا أصحاب الأرض واستمروا في الجرائم من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا أكثر من ستين عاماً الاستبداد في الحكم العثماني سبب الانهيارات الداخلية والضعف الداخلي وأنتج ذلك أن تستثمر الدول الطامعة في البلدان الإسلامية تستثمر هذا الضعف الناتج عن الاستبداد وبالنتجة جاءوا وزرعوا هذا الكيان في وسط العالم الإسلامي وهذا الكيان عبره نفذوا كثير مما يريدون من مطامع في البلدان الإسلامية من الذي جاء بالاحتلال الأمريكي إلى العراق وإلى بعض دول الخليج الذي جاء بهذا الاحتلال هو استبداد حاكم العراق هذا الاستبداد سبب أن تكون هناك قرارات مزاجية باحتلال دول الجوار بالحرب مع دول الجوار ومن ثم استثمرت واستفادت الولايات المتحدة من هذا الاستبداد ومن هذه المخالفة للقرارات الدولية فجاءوا إلى هذه المنطقة واحتلوها الاستبداد يقتل الإبداع الاستبداد يقتل التطور الاستبداد يقتل التقدم الاستبداد حتى يسبب زوال دين الناس لأن الناس بدل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى يضطرون أن يفكروا في كيفية إرضاء المستبد ولو كان بسخط الله سبحانه وتعالى فالاستبداد هو الذي يضعف المسلمين لا التزام المسلمين بشعائرهم لا التزام المسلمين بصلاتهم بصومهم بحجهم بشعائرهم الحسينية بطقوسهم التي استفادوها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وحتى نعمم الكلام وحتى بعض الممارسات غير السليمة للمسلمين هي التي هي لا توجب ضعفهم أمام الآخرين وإنما السبب الأساسي هو الاستبداد ذكرنا أنه بعض هذه الدول التي متطورة في عالم اليوم والتي تحاول أن تفرض ثقافتها إذا نحن ندخل في صفوف مجتمعاتهم نجد هناك طقوس أو عادات سيئة جدا وكما ذكرنا في إحدى الحلقات يحاولون لا فقط أن يجعلوا هذه العادات أو الطقوس السيئة أمورا طبيعية بل يحاولون فرضها على الشعوب الأخرى وعلى الثقافات الأخرى هذه النقطة الأولى مما توجب ضعف المسلمين النقطة الثانية مما أوجبت ضعف المسلمين ترك العلم والتعلم أنتم إذا لاحظتم الإحصائيات التي تتكلم عن نسبة الأمية تجدون أن نسبة الأمية في البلدان الإسلامية نسبة مرتفعة جدا من أعلى النسب في العالم وحتى النسبة التي تعلنها بعض هذه الحكومات مشكوك فيها لعل النسبة أكبر ولكنهم يريدون أن يقللوا من تلك النسبة لأجل أنه لا يتبين للناس الحقائق فنسبة الأمية جدا جدا مرتفعة نسبة الدقائق التي يطالع فيها الفرد في الدول الإسلامية إذا قيست بنسبة ما يطالعه الشعوب الأخرى نجد أن النسبة جدا متدنية حتى أني قرأته تقريرا بالنسبة إلى إحدى الدول الإسلامية يقول أن نسبة الدقائق التي يطالع فيها أفراد هذا الشعب في طول السنة هذه النسبة بلغت ثلاث دقائق نسبة المطالعة لكل فرد في طوال السنة ثلاث دقائق فقط في حين أنه في بعض الدول هذه النسبة تكون مئات الساعات طبعا الإنسان كلما قلت معرفته وقل علمه يكون مستوى التخلف فيه أكثر لأن العلم نور والعلم هو الذي يسبب التقدم يسبب سعة الأفق وسعة الفكر فإذا كانت هذه النسبة ثلاث دقائق بالنسبة إلى مئات الساعات وطبعا الذي يطالع مئات الساعات هذا الشخص يتقدم أكثر لأنه يحصل من المعلومات أكثر من الذي يطالع ثلاث دقائق وكذلك قبل فترة قرأته إحصائية في الكتب المطبوعة في البلدان العربية وقياسا إلى بعض الدول الأخرى طبعا الكتب التي تطبع لأول مرة وليس الكتب التي يكرر طبعها في المرة الثانية أو الثالثة فكان هناك بعض الدول نسبة الكتب المطبوعة فيها الكتب الجديدة حسب هذه الإحصائية التي قرأتها أكثر من تسعين ألف كتاب تسعين ألف كتاب جديد طبع في عام واحد في حين أن جميع الدول العربية العناوين الجديدة التي طبعت تلك العناوين في تلك السنة قبل حوالي خمس أو ست سنوات لم يبلغ ألف عنوان في جميع الدول العربية لم يبلغ ألف عنوان للكتب الجديدة في حين أنه في إحدى الدول الغربية أكثر من تسعين ألف عنوان جديد لماذا قلت التأليف لماذا قلت طباعة الكتب لعدم الإقبال على المطالعة طبعا إذا كان هناك إقبال على المطالعة الكتب راح تكثر شيء طبيعي المؤلفون راح يؤلفون أكثر لأنه إذا يفكر ماديا راح يستفيد أكثر وإذا يفكر معنويا يرى أنه يفيد أكثر أما إذا وجد المؤلف أنه لا يطبع كتابه وإذا طبع الكتاب لا يتمكن من تحمل نفقاته فحين إذن بشكل طبيعي تقل الكتابة المقصود أنه مستوى العلم والتعلم مستوى منخفض مستوى القراءة والمطالعة والكتابة نسبة ضعيفة جدا هذا هو السبب الثاني للضعف وللوهن لا لأن المسلمين يصلون أو يصومون أو يقيمون الشعائر هذا هو الذي كان سبب تخلفهم أو سبب ضعفهم لا تركه للعلم والتعلم هذا السبب الثاني للضعف إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سنكمل هذا البحث هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر